كل الخيارات لا تزال مطروحة بالنسبة لوجودها العسكري في أفغانستان هذا ما كشفت عنه الخارجية الأمريكية عن استمرار وجود القوات والتي يبلغ قوامها 2500 جندي في كابل الخارجية الأمريكية أوضحت أنها لم تتخذ قرارات بشأن التزامها العسكرية بعد الأول من مايو المقبل تعليقات الخارجية جاءت بعد نشر تقارير قالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قام بحملة عاجلة جديدة لتعزيز جهود السلام الأممية هناك رسالة بلينكين تضمنت تحذيرا من أن الجيش الأمريكي يفكر في الخروج من أفغانستان وأن الولايات المتحدة تدرس سحب القوات بالكامل بحلول مايو المقبل مع بحث قيارات أخرى رسالة بلينكين إلى الرئيس الأفغانية أشارت كذلك إلى أن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية لتحريك الأمور نحو التوصل لتسوية وقف دائم وشامل لإطلاق النار وفي محاولة لدفع محادثات السلام مع طالبا إلى الأمام أبدى الرئيس الأفغاني استعداد حكومته لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لكنه أصر على ضرورة أن تتولى أي حكومة جديدة السلطة من خلال العملية الديمقراطية وبينما تدرس الإدارة الأمريكية مسألة سحب القوات الأمريكية من هذا البلد مع اقتراب الموعد النهائي المحدد مسبقا لتلك الخطوة يبدو أن أعمال العنف لا تزال تراوح مكانها حيث أشارت تقديرات أممية إلى أن مئات الأفغان سقطوا ما بين قتل وجرح خلال الأشهر القيلة الماضية رغم انطلاق مفاوضات السلام ترجمة نانسي قنقر